عزيزة الله بالصف السادس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض تدريبات النص المعلوماتي مصر وارس العلم السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد اسمت مصر في تقدم المجتمع البشري في مجال مدين الزرة والتكنولوجيا والاتصالات احنا طبعا هناخد جميع ما سبق لان بالفعل اسمت مصر في تقدم كل هذين مجالات السؤال التاني حصل الدكتور يحيى المشد بعد تخرجه في الجامعة على حصل على جائزة ام موظيفة ام منحة تعلمية ام شهادة خبرة احنا طبعا هناخد منحة تعلمية تلاتة رفض الدكتور يحيى المشد التدريس بالنرويج لأسباب سياسية لأسباب سياسية كما جاء بالدرس اربعة احدث الدكتور حاتم زغلول تطويرا جوهريا في مجال ايه طبعا زي ما احنا عارفين في مجال الاتصالات خمسة يتشكل مستقبل الامم والمجتمعات المتقدمة بالعلم طبعا ليس بالاسلحة ولا بالتاريخ ولا بالطرفيه وانما يتقدم او يتشكل مستقبل الامم بالعلم معنا السؤال التاني ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد قدم العلماء المصريون للبشرية الكثير من الاكتشافات والابتكارات الرائدة صح هناخد هنا اتنين المصر العلمي للدكتور يحيى المشد تحول من لندن لموسكو بسبب حرب اكتوبر خطأ طبعا وهنبى بسبب العدوان السلسي تلاتة يؤمن الدكتور حاتم زغلول ان مصر مليئة بالعقول المبدعة صح عمل المشد مدرسا مساعدا في قسم الهندسة النووية بجامعة القاهرة ثم رئيسا له هي هنا بتبان من الوهلة الاولى ان هي صحة لان كل الكلام مصبوط وبيقول ان هو صح لكن الخطأ في القاهرة لان كل الكلام ده كان بجامعة الاسكندرية ولذلك فهي غلط خمسة نحتاج للعلم لحل المشكلات التي تواجه البشرية صح السؤال التالت هنا بيقول لي قارن بين الدكتور يحيى المشد والدكتور حاتم زغلول مبينا جوانب اتشابه والاختلاف فيما بينه هو مدين هنا برع في مجال الاتصالات يترى مين نشر حوالي خمسين بحث علمي من فيهم درس بكلية الهندسة ابتقرى تقنية الواي فاي برع في مجال الزرة عالم مصري جلي احنا لاحظنا طبعا في حاجات من ديهم ومشتركين فيها لتنين مع بعض وفي حاجات تانية خاصة بيحيى المشد وفي حاجات خاصة بالدكتور حاتم زغلول هنشوف دلوقتي زي ما احنا شايفين قدامنا لو خدنا الاشياء الخاصة بالدكتور يحيى المشد هنقول ان هو برع في مجال الزرة برع في مجال الزرة ونشر حوالي خمسين بحث علمي يبقى هناخد ديه ودي خاصين بيحيى المشد طيب الشيء الخاص بالدكتور حاتم زغلول ان هو برع في مجال الاتصالات وابتقرى تقنية الواي فاي الحاجة اللي هما اشتركوا فيها الاتنين ان كلهم كلا هما عالم مصر جليل كلا هما عالم مصر جليل وتاني واحدة ان الاتنين درسوا في كلية الهندسة تيه الحاجات اللي هي مشتركة فيما بينهم السؤال التالت معي بيقول لي دع علامة صحة امام ما يساعد طلاب العلم على الابداع واحد توفير المنح العلمية للمتفوقين في جماعات متخصصة في جامعات متخصصة صح اتنين تمكين زو الكفاءة من المناصب الرائدة في مجالاتهم صح تلاتة التمسك بالافكار القديمة ورفض الافكار الجديدة غير التقليدية خطأ طبعا ما فيش حد بيتمسك بالافكار القديمة ويرفض الجديد اربعة تقدير جهود المبدعين وتكريمهم في المحافل العلمية صح السؤال اللي بعد كده بيقول اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة واحد تبزل الدولة جهود جليلة للقضاء على الامية كلمة جليلة معناها عظيمة اتنين غير السائق مصاره بسبب الحادث كلمة مصار هنا بمعنى خط سير خط سيره تلاتة اجتهد الموظف في العمل اجتهاد الموظف في العمل اهله لان يترك كلمة اهله هنا معناها هيئه اهله بمعنى هيئه اربعة الاهرامات ارث معماري تركه اجدى دون القدماء وكلمة ارث بمعنى ميراس خمسة مرة على زواج اختي عقد من الزمن العقد عشر سنوات والقرن مائة عام العقد عشر سنوات او عشرة اعوام اما القرن فهو مائة عام عشان نبقى عارفين دي كويس طيب السؤال اللي معايا بعد كده بيقولي اكمل بكلمة مناسبة بديني كلمة العصر واهلته واسرة واسهاماته وجليلة هنكرأ الكطع طبعا ونحط كل كلمة من دول في مكانها المناسب فبيقولي هنا فاروق الباز من ابرز علماء الحديث ايه الحديث العصر ايه الحديث بناخد العصر حطه هنا حيث شغل العديد من المناصب العلمية وقدم خدمات ايه خدمات جليلة يعني عظيمة يعني بناخد جليلة نحطه هنا فقد عمل بوكالة ناسا حيث كان اميلا للجنة التي اختارت مواقع الهبوط لبعثات ابولو على القمر ورئيسا لفريق تدريب رواد الفضاء كما عمل مديرا لمركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوستن ودرس في جامعة عين شمس واهلته خبراته من قبل ليعمل مستشارا للرئيس المصري الراحل انور السادات وقد اثروا ابحاث الجيولوجيا باسهاماته العلمية البارزة وحصل على العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية من جامعات عالمية مما يعكس احترام وتقدير المجتمع العلمي له هناخد أسئلة طبعا على الفقرة دي فهنقول اختر من بين القويسان الإجابة الصحيحة للكلمة الوردة والفقرة السابقة بعد ما حطينا كل كلمة في مكانها الصحيح هنكمل بقي الأسئلة مضاد كلمة البارزة الخفية مضاد البارزة الخفية جمع جليلة جليلات مفرد جامعات جامعة مفرد كلمة جامعات جامعة كلمة من نفس الجزر اللغوي لكلمة عالم هي كلمة معلم نفس الجزر اللغوي لها هي كلمة معلم السؤال معي بعد كده بيقول لي صلبة حسب معنى الكلمة الملونة طب مديني هنا بيقول لي يثبت أبي الحقائب بالحبلة على شبكة السيارة وبعدين بيقول لي استطاع يحيى المشد أن يثبت ذاته في مجاله العلمي وبعدين في الثالثة بيقول لي استطاع العالم أن يثبت نظريته العلمية وبعدين هنا بيقول لي يثبت المشرف أسماء التلاميس في الرحلة المدرسية كل الكلمة من دول لها معنى مختلف بحسب سياق الجملة احنا هنختار المعنى المناسب من دول فهنا بيقول لي يثبت أبي الحقائب بالحبل على شبكة السيارة يعني يشد بيشد الحبل على شبكة السيارة يبقى احنا عندنا يثبت هنا بمعنى ايه يشد هنا استطاع يحيى المشد أن يثبت ذاته معنى يثبت ذاته يعني يحقق ذاته استطاع العالم أن يثبت نظريته العلمية يعني يؤكد نظريته العلمية وبعدين بيقول لي هنا يثبت المشرف أسماء التلاميس في الرحلة المدرسية يعني بيسجل وبيكتب أسماء التلاميس في الرحلة المدرسية هندخل على صفحة 118 هنا ياخد أول نشاط بيقول لي اقرأ الفقرة التالية ولد المشد في يناير 1932 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية واستطاع أن يثبت ذاته والتحق بكلية الهندسة بقسم الكهرباء بجامعة الأسكندرية وتخرج فيها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف حيث كان الثالث على دفعته وبعد ذلك حصل على منحة إلى جامعة كامبريجي بلندن ولكن تغير مصاره إلى موسكو بسبب العدوان السلاسي استمرت رحلته لمدة 6 سنوات ثم عاد متخصصا في هندسة المفاعلات النووية فهو ما أهله للانضمام إلى هيئة الطاقة النووية المصرية أول حاجة بيقول لي استخرج من الفقرة ميل واحد مرادف هيئه أهله وكل طبعا الكلمات اللي معنا ديت احنا مطلعينها من إيه؟ احنا مطلعينها من القطع فأنا عندي مثلا أهله أهله اتنين مضاد انقطعت استمرت مضاد انقطعت استمرت أهله مفرد منح منحة ومنحة موجودة معنا في القطعة أهله منحة موجودة معنا أهله بعد كده بيقول لي اختر الإجابة صحيحة مما بين القوسين ولد الدكتور يحيى المشد فين؟ اتولد في مصر طبعا وهو عالم مصري تخصصة الدكتور يحيى المشد في هندسة ايه؟ المفاعلات النووية انضم الدكتور المشد لهيئة الطاقة النووية المصرية بسبب ايه؟ مؤهلاته العلمية مديني سؤال أجب بعد كده وبيقول لي ما النتاج المترطبة على تخرج دكتور يحيى المشد بتفوق في الجامعة؟ لما تخرج بتفوق ايه النتيجة؟ اللي ترطبت على ذلك طبعا النتاج المترطبة على ذلك هي حصوله على منحة علمية الى جامعة كامبريتج بلندن حصوله على منحة علمية الى جامعة كامبريتج بلندن طيب السؤال بعد كده اقرأ الفقرة التالية ندركه بوضوح الدور الحاسم الذي يلعبه العلماء المصريون في تطور العالم وتقدمه فعلى مر العصور برزت مصر كمهد للحضارة والعلم حيث أنجز العلماء المصريون العديد من الاكتشافات والابتكارات الرائدة في مختلف المجالات تأتي قوة العلم من قدرته على تشكيل مستقبل الأمم والمجتمعين فهو يمثل الأداء الأساسية للتقدم والتحسن المستمر ماشي هنا بيقول لي عبر العلم يعني من خلال العلم يتم توسيع حدود المعرفة وفهمنا العالم من حولنا وفهمنا العالم من حولنا وفهمنا العالم من حولنا ويسهم في حل المشكلات الكبرى التي تواجه البشرية اختر الإجابة صحيحة ما بين القوسين نشوف الأسئلة على القطع دي بتقول لنا ايه مراد في كلمة الحاسم المؤكد الحاسم المؤكد مضاد كلمة الحضارة التخلف اللي هو الاختيار الأول بعد كده بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيح فهنا بيقول لي للعلماء المصريين اكتشافات واختراعاتها إلى أفادة البشرية صح طبعا للعلماء المصريين اكتشافات واختراعاتها إلى أفادة البشرية صح ظهرت إسهامات العلماء المصريين في العصر الحديث فقط خطأ بعد كده بيقول لأجب لماذا يجب على كل أمة تسعى للتقدم أن تهتم بالعلم أقوله طبعا لأن العلم هو أداة التقدم لأن العلم هو أداة التقدم والتحسن المستمر فعبر العلم يتم توسيع حدود المعرفة مما يسهم في حل المشكلات القبرى هندخل بعد كده على أسئلة القراءة المتحررة اقرأ الفقرة التالية مصر لها إرس علمي هائل تمتد جزره عبر التاريخ وكل جيل من أبنائها له إسهاماته في تقدم البشرية وفي بداية العقد الحالي تواجد عشرين عالما من علماء جامعة الأزهر ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرا في مجالات العلوم في العالم وذلك وفقا لتقرير جامعة استانفورد الأمريكي ومن هائلاء العلماء جمعة سنة الفائز من قبل بجائزة أفضل عالم شاب تحت الاربعين عام من مستوى على مستوى العرب وهو أستاذ مساعد في كلية العلوم متخصص فيه الكيمياء الفيزيائية وقد قام بتجارب لتصنيع بطاريات ذات قدرة عالية على تخزين الطاقة الكهربائية لتستخدم مدى الحياة تعالوا نشوف الأسئلة على القطع اللي معناه إيه؟ بيقول لي اختر المراضف الصحيح للكلمتين الملونتين مما بين القوسين كلمة إرس مراضفها ميراس إرس ميراس إسهامات مراضفها مشاركات مشاركات اللي هو الأخطيار الأول بعد كده بيقول لي ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة جمعة سنة التخصصة في علم الطب خطأ احنا قلنا طبعا هو متخصص في الكيمياء الفيزيائية بعد كده بيقول لي يقدر العالم إسهامات المصريين التي تخدم البشرية صح بعد كده بيقول لي أجب مصر ولادة بالعقول التي أنجزت في فروع العلم حول العالم دلل على ذلك بمثال من الفقرة وفي الفقرة حنجيب الإجابة من الفقرة برضو فهنقول أنه في بداية العقد الحالي تواجد عشرون عالما من علماء جامعة الأزهر ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرا في مجالات العلوم في العالم الأكثر تأثيرا في مجالات العلوم في العالم طيب دلوقتي هندخل على الفقرة التانية اقرأ الفقرة التالية كيف لعبت إسهامات العلماء المصريين دورا بارزا في تغيير العالم سؤال شغلني كثيرا حتى قرأت كتابا عرفت من خلاله أن الحضارات المختلفة نقلت علوم المصريين القدماء في الطب والهندسة والزراعة وغيرها فقد نقل الفيلسوف طاليس الملطي من المصريين تقنيات الري والزراعة وأخذ بقراط الطب من البرديات الفرعونية وذلك النقل هو ما أهل العلماء لتطوير العلوم واكتشاف أسرار الكون استخرج من الفقرة ما يلي مراض في أساليب علمية تقنيات مضاد خفيا بارزا جمع كلمة العلم العلوم وكل ده جايبينه من القطعة أدي بارز ومعايا أدي علوم بس هي بارز وعلوم معايا كلمة تقنيات أيضا أهي تقنيات الكل ده من القطعة معنا بعد كده بيقولي استخرج من الفقرة ما يليق ماشي دي خدناها بعد كده بيقولي استخرج يختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين من المجالات التي تفوق فيها المصريون الطب ولا الهندسة ولا الزراعة ولا كل ما سبق كل ما سبق طبعا تفوق فيه المصريون عرف الفيلسوف طاليس تقنيات إيه من المصريين؟ الري تقنيات الري بعد كده بيقولي أبي بشاركة مصر فيه تطور الحضارات المختلفة وضح ذلك فيحنا هنا هنقولي التوضيح بها نشرح له فهنقوله حيث نقلت الحضارات الأخرى علوم المصريين فنقل الفيلسوف طاليس الملطي تقنيات تقنيات الري والزراعة عن المصريين وتعلم أبي كرات الطب من البرديات الفرعونية اللي هي البرديات المصرية القديمة دخلنا بعد كده على صفحة مئة وعشرين وبيقولي اقرأ الفكرة التالية كان أصغر من حصل على السنوية في تاريخ مصر ثم حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة فعيد الأول اللي هي جامعة الكهرة حاليا في العقد الثالث من القرن الماضي وبعدها سافر إلى فرنسا للحصول على الدكتورة في العمارة عام 1933 ليكون بذلك أصغر من يحمل لقب دكتور في الهندسة ثم نال بعدها درجة دكتورة أخرى في الإنشاءات وكان أول مهندس مصري يحل محل المهندسين الأجانب في مصر ومن أهم أعماله في العصر الحديث التخطيط والتنفيذ لتوسعة الحرمين الشريفين إنه المهندس المبدع الروحل محمد كمال إسماعيل اختر المرادة في الصحيح مما بين القوسين العصر بتعني الزمن العصر معناها الزمن العقد كام سنة؟ عشر سنوات عشر سنوات بعد كده بيقول لده علامة صحة أمام العبارة الصحيحة علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد المهندس محمد كمال إسماعيل أصغر من حصل على السنوية ودرجة الدكتورة صح حصل المهندس محمد كمال على الدكتوراه في الطب من مصر خطأ خطأ بعد كده بيقول لي أجيب في أي مجال من مجالات الهندسة أمدع المهندس محمد كمال إسماعيل وما أهم أعماله أقول طبعا في مجال العمارة في مجال العمارة وده تخصص في الهندسة في مجال العمارة بالتحديد أو قسم العمارة ومن أهم أعماله التخطيط والتنفيذ لتوسعة الحرمين الشريفين طيب القطعة اللي معانا بعد كده بيقول لي فيها إيه لا أنسى تلك المحاضرة التي شعرت فيها بالفخر بمصرنا الولادة فزات يوم وأنا أدرس مادة تاريخ العلوم في جامعة بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عرض الأستاذ صورة تجمع عالمين جليلين كلاهما من بلدي وكلاهما درس الهندسة وكلاهما تخصص في مجال الزرة وقدم أبحاثا علمية رائدة نالت تقدير العالم إنهما الدكتور يحيى المشد والدكتور سمير نجيب كما أشعر بعظمة هذا الإرث العلمي وأرجو أن نسير في مصارهما تعالوا نشوف الأسئلة على الفقرة دي بتقول إيه استخرج من الفقرة ما يلي مراضف عظيميني جليليني مضاد العقيم الولادة الولادة مفرد مصارات مصار كل ده موجود معنا طبعا فقط اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين يشترك الدكتور المشد والدكتور سمير نجيب في الموطن يعني طبعا طبعا في الموطن لأنهما الاثنين مصريين وفي التخصص كمان هما الاثنين متخصصين في مجال الزرة زي ما احنا شايفين وبعد بيقول في سنة الميلاد لا هما مش مشتركين في سنة الميلاد لكن مشتركين في الموطن والتخصص يبقى احنا أخذوا الأولى والثانية الأولى والثانية اتنين قدم العالمين أبحاثاً علمية نقط غيرها من الأبحاث هنا بيقول لي تشبه ولا تقلد ولا تسبق ولا تطابق هي طبعاً بتسبق غيرها من الأبحاث أجب لماذا شعر المتحدث بالفخر بوطنه أحنا هنقول له طبعاً الحكاية زي ما جات في القطعة لأنه ذات يوم وأثناء دراسته في جامعة بوستن الأمريكية عرض الأستاذ صورة تجمع عالمين مصريين جليلين وطبعاً بما أنه هو مصري فشعر بالفخر طبعاً لأنه هو بيشترك معاهم في نفس الجنسية وهم كلهم مصريين ولذلك شعروا بيه شعروا بالفخر بكده يبقى احنا انتهينا من حل تدريبات النص المعلوماتي مصر وقرس العلم ان شاء الله مكملين مع بعض في فيديوهات أخرى في مادة اللغة العربية ياريت ما ننساش نعم اللايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس عشان توصل لنا اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة واشوفكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة